مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام وصلنا إلى الفقرة التحليلية لليوم يصحبنا فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمحرر العام لصحيفة اليوم التالي الأستاذ خالد سعد أستاذ خالد مرحبا بك وشكرا جزيلا وإن شاء الله يكونوا مفيدين للبرنامج والمشاهدين الكرام نبدأ معك هذه الجولة أستاذ خالد من صحيفة الانتباهة ومنها نقرأ منح الجنسية للمواطنين من أم سودانية وأب جنوبي أجاز مجلس الوزراء القومي قانونا يحق بمجبه للمواطنين من أم سودانية وأب جنوب سوداني التمتع بالجلسية السودانية أسوى بأبناء السودانيات من أجانب من الدول الأخرى وقال الناطق باسم المجلس دكتور عمر صالح في تصريحات صحفية أمس إن وزير الداخلية الفريق حامد منان قدم مشروع قانون الجلسية السودانية تعديل سنة 2018 لإزالة تعارض دستوري بين القانون والدستور وبمجبه أصبح من حق المواطنين من أم سودانية وأب جنوب سوداني التمتع بالجلسية السودانية أسوى بأبناء السودانيات من أجانب من الدول الأخرى أستاذ خالد كيف تقرأ هذا القرار في هذا التوقيت بالذاته؟ نعم هو طبعا القرار قديم والتعديل نفسه قانوني قديم لأمر مرتبط بتعارض القانون الجنسية السودانية مع الدستور وطبعا تعلم أن الدستور هو الأب لكل القوانين وبالتالي أي قانون يتعارض مع الدستور يجب تعديله أنا أظن هذا التعديل جاء في هذا التوقيت لعلاقة بالجدل القانوني والسياسي المكثف في الفترة الأخيرة حول وجود عدد كبير جدا من السودانيين بدون جنسية أو ما سمي بالبدون لأول مرة في تاريخ السودان هذا اللفظ نفسه كان يطلق في دول الخليج في غيرها من الدول ولكن في السودان ما كان يطلق هذا اللفظ لأنه ما كان في السودانيين بدون جنسيات أو بدون أي مسوق شرعي لوجود في البلد الجدل الذي تكثف في الفترة الأخيرة خصوصا بعد قضية حفيد لرمز وطني أنا أظن ساهم في أن يدفع بهذا التعديل إلى الأمام وغيرها الجدل حول وجود دول مواطنين من دول أخرى دول عربية منحت جنسيات مثل السوريين وغيرهم من الدول التي تضرر أبنائها من الأوضاع المعساوية فيها أفتكر برضو كان عنده دور وأصبح الآن من غير الموضوعي أن نتحدث عن منح مثلا عرب فقط لجنسية السودانية أنا أظن تطور قانوني ونقلة في المجتمع السوداني في قبول الآخرين وفي منحهم الجنسية السودانية هذا التطور أفتكر اجتماعي كبير هل تعتقد أن هذا القرار سينهي هذه الأزمة التي ذكرتها أم أن الوضع الآن بحوج لمزيد من التفعيل لبعض القرارات والله يفترض أن ينهي الجدل القانوني وينهي الجدل السياسي أما المسألة الاجتماعية ستظل هناك مشكلات اجتماعية ستظل هناك ملاحظات اجتماعية عن وجود من غير السودانيين أو الرؤية لهم بشكل مختلف قبول الآخر في مشكلات في السودان هذه مسألة اجتماعية ملاحظة ولكن أنا لاحظ أن في الفترة الأخيرة حصل تحول وحصل نقلة في قبول السودانيين للآخرين لأنهم سودانيين فعلا بالجنسية سيكونوا سودانيين بالقانون وسيصبحوا أيضا من المعاشرة ومن الوجود لسنوات طويلة جدا جزء من النسيج الاجتماعي وبالتالي يصبح موضوعيا قبول وأنا ضد التحول والعقبات التي يمكن أن تحدث يمكن أن تزويبه بسهولة إذا أصبح المجتمع في تطور كبير وفي قبول للآخر قبل فترة طال بنائب برلماني داخل قبة البرلمان بفرض مزيد من القيود على منحة جنسية السودانية لمن هم من غير السودانيين برأيك هل تحتاج هل تعتقد أن هذا القانون يحتاج إلى بعض المراجعات خصوصا ما نسمع عن بعض الأخوة من جنسيات أخرى من غير السودانين ولا علاقة لهم بالسودان هو الواقع أنه فيه الإشكالات ليست في القوانين دائما ولكن الإشكال دائما في تطبيق القوانين وفي الإجراءات التي يجب أن تتبع لتطبيق هذا القانون أو القوانين بشكل عام في السودان وفي مسألة الجنسية واضح أنه فيه تساهل وفيه تلاعب لأنه حصل كثير في تزوير للجنسية السودانية كما لاحظت في عدد من وسائل الإعلام ذكر أحداث عن تزوير للجنسية السودانية من قبل أجانب واستخدمت استخدامات إجرامية وغيرها فأنا أظن تطبيق القانون هو الذي يحتاج إلى معالجات والإجراءات نفسها التي يتم بها تطبيق القانون بالفعل تحتاج إلى مراجعة بالذات من الأجهزة الرسمية وهي وزارة الداخلية في هذه الحالة لأنها هي المسؤولة عن إجراءات التجنيس والاستخراج الرقم الوطني وغيرها ففي الفترة الأخيرة حصلت بالفعل عمليات تزوير جعلت من نواب في البرلمان أو حتى مراقبين أو حتى قاضة رأي العام التحذير حول هذه المسألة لأنها عندها مخاطر كبيرة جدا إنها مخاطر إنها بتجعل من هذه الوثيقة الوطنية يعني بتجعلها لدى البعض من لا يستحقونها أولا ثانيا يمكن أن تستخدم هذه الوثيقة في عمليات إجرامية يمكن أن تستخدم في السفر مثلا وثيقة الجواز وغيرها ممكن أن تستخدم في الحصول على خدمات لغير مستحقنا وكل هذه المشكلات إذا ما تم ضدتها فبيكون مشكلة لكن برضو أفتكر إن حقه ما تمشي لحالة بتاعت إنها تكون يعني هاجس كبير وتكون نزعة تجاه الآخر بشكل كبير لأن هذه برضو بتأثر في وجود الأجانب في سودان في يعني تأثير الأجانب في سودان تأثيرهم الاجتماعي وتأثيرهم الاقتصادي وحتى تأثيرهم السياسي لأن سودان بلد مفتوح الحدود وكذا وعنده جيران وعنده علاقات حتى يعني اجتماعية وقبلية وجهوية مع الجيران وبالتالي إنه لما يكون في نزعة شديدة ضدهم بتصبح هناك بتسبب مشكاليات أكثر مما تسبب معاليات